بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ده تصوير سريع بحاول أبين من خلاله الإعدادات اللي أنا هزابطها على الكاميرا من ضمن السلسلة بتاعتنا اللي احنا بنحاول نعمل فيها أفضل إعدادات لستوديو جرين سكرين منزلي الأخ المتطوع أنه يتصور علشان الإعدادات تبان في أفضل صورة الأستاذ محمد البنة باحث في مجال الصحة النفسية ومدرب تنمية بشرية أهلا بك يا أستاذ محمد طبعا هو له قناة على اليوتيوب اسمها قناة بناء الثقافية ممكن تشوفه عليها شغله وطبعا هو بيتصور عندنا في الستوديو هنا الستوديو الدعوة الإسلامية الستوديو المنزلي بتاعي يعني فإن شاء الله هو بعد قليل هيصور فيديو جديد ممكن تتابعوا على اليوتيوب الفيديو الجديد طيب أول حاجة الإعدادات اللي بينا تحت دي يعني أنا لما بدوس على جرار الإنفو فيه إعدادات كتيرة بتبان الإعدادات اللي تحت الرئيسية دي فيه حاجة اسمها خمسين وأربعة وانتين خمسين دي اسمها سرعة الشاتر سرعة الشاتر دي بغض النظر نحن ندخل في تفاصيل تقنية كتير لما بعلي ووطي فيها دي حاجة كل ما الرقم بيزيد كل ما زي ما انتوا شايفين كده الإضاءة بتقل كل ما بنزل الرقم الإضاءة بتزيد الأفضل إنه يتساب على خمسين خمسين دي ليها علاقة زي ما قلت أبل كده بالفريكنسي بتاعة الإضاءة الفريكنسي بتاعة الإضاءة خمسين والكاميرا خمسين ده معناه إن الفريكنسي أو ذبذبة الإضاءة مش هتبان في الفيديو وده أمر مهم الرقم اللي جنبي دي فتحة العدسة فتحة العدسة كل ما الرقم يقل الإضاءة بتزيد أو الصورة بتفتح كل ما الرقم بيعلى الإضاءة بتقل كويس؟ طيب أنا محتاج فتحة العدسة تتحط على رقم كام أنا بصور غالبا على 4 وأنا هفتح التصوير بتاع الكاميرا الكاميرا كده بتصور على فتحة عدسة 4 فتحة العدسة كل ما الرقم بيزيد كل ما الإضاءة بتقل يعني فتحة العدسة بتقل أكتر لكن الصورة بتبقى شارب أكتر وبتدي مجال للفوكس أوسع يعني لو أستاذ محمد حرك إيده شوية كده لما بيجي حرك إيده المجال اللي داخل جوه الفوكس بيزيد يعني أنا كده هصور وهفضل إيه؟ لو تحرك إيدك قدامك قدام ورا كده أرجع إيدك أيها تمام كده فكده إيده لما بيبعدها عن جسمه بتبقى برضو عليها فوكس طول ما فتحة العدسة الرقم بيزيد أعمل تاني كده إحنا بنحتاج خلاص إحنا بنحتاج إن فتحة العدسة تكون مناسبة أربعة مناسب بحيث إن لو الشخص نفسه اللي بيتصور بيتحرك في الصورة وشه دايما يبقى فوكس ولو بيحرك إيديه يبقى برضو فوكس حركة الإيد دي مهمة لإن لما بيجي يحرك إيده في المساعة الخضرة حرك إيدك في المساعة الخضرة كده لما بيجي يحرك إيده في المساعة الخضرة حرك إيدك كده إيديه عليها فوكس بس كده مدام إيديه عليها فوكس ده معناه لما بنيجي نعزل خلفها الخضرة إيديه متحددة كويس فمش هيبان على إيديه ظل أخضر لكن لو إيديه مش معمولة فوكس كويس هتبان إيديه صورة مهزوزة هيبان فيها ظل أخضر وده مش هينفع نشيله في المونتاج فالمهم أول حاجة بنحتاجها الرقم خمسين ده سرعة الشطر وتاني رقم أربعة ده فتحة العدسة رقم متين ده الأيزو الأيزو حساسية الكاميرا للضوء كل ما الرقم بيقل كل ما الرقم بيقل كل ما الدنيا تضلم كل ما الرقم يزيد كل ما الدنيا تفتح أكتر فالمفترض أن احنا بنعمل الأيزو على متين وفتحة العدسة على أربعة والشطر على خمسين طبعا الاعدادات التلاتة مع بعض بيتضبتوا مع بعض طيب ايه تاني من الحاجات اللي احنا بنضبطها وقف الفيديو بتاع الكاميرا فيه اعدادات تانية من ضمن الاعدادات التانية المهمة دي من الاعدادات الرئيسية الموفي ريكورد سايز فيه 1920-25 فريم 1920-24 فريم وفيه 1280-50 فريم 1280 ده HD عادي 50 فريم يعني بيسجل ديتيلز أعلى لو الحركة سريعة كل ما رقم الفريم الرقم التاني ده يزيد كل ما ده معناه ان الكاميرا تقدر تصور ديتيلز أعلى في الحركة السريعة 1920 ده فول اتش دي 1920 فول اتش دي ففيه عندك 21-24 وعد 25 ده ما بيفرقش كتير احدى بنصور على 24 الفريم سرعة الفريم 24 فريم في الثانية او 25 فريم في الثانية ده معناه ان سرعة الشطر لازم تبقى 50 لازم تبقى 50 طبعا انا ما كنت شايف كويس كانت مزبوطة على 60 ده معناه ان فيه فريكنسي هتبان لازم تبقى 50 او 100 طيب وفتحة العدسة مزبوطة على الاربعة ده كويس عشان يدي اضاعة كويسة والايزومتين ده كويس عشان يلقوا اضاعة كويسة لو شايفين المؤشر اللي تحت ده ده اسمه الاكسبوجر لما باجي اصبط الفوكس بيبان مؤشر تحت بيقولي الاكسبوجر في البوزيتف ولا في الناجاتف لما المؤشر يكون في الناحية البوزيتف ده معناه ان الشخص عليه اضاعة كويسة لما بتكون في الناحية الناجاتف ده معناه ان الاضاعة عليه مش كويسة فلو الاضاعة عليه مش كويسة يا اما بالعب في اعدادات الكاميرا اللي هتخلي الاضاعة اعلى يعني اقل الرقم فاتحة العدسة او اقل الرقم سرعة الشطر او اذود رقم الايزو يا اما بالعب في الاضاعة في المكان نفسه يعني اصبط الاضاعة عليه اكتر او حاجة زي كده في بس حاجة اخيرة عايزة اوريها لكم في المانيو نفسها بتاعت الكاميرا في اول حاجة هنا الامج كواليتي بخليها على اكتر حاجة وبعدين فيه الكاستم وايد بالانس دي هوريها لكم بعد شوية وفيه الموفي سيرفو الموفي سيرفو ده معناه ان الكاميرا الموفي سيرفو ده معناه ان الكاميرا بتقعد تلقط الفوكس لوحدها اوتوماتيك وده شيء احنا مش عايزينه لان ساعات الكاميرا عليها الضابط تتفوكس لوحدها فالصورة تباني ان هي تهزد فبعمله ديسيبل الاوتوفوكس مثل بخليه علامة الوش اللي بيضحك ده يعني معناه انه بيلقط الوش وطبعا هنا الموفي ريكورد سايز زي ما قلت الف تسعمائة وعشرين الف تمانين اربعة وعشرين او خمسة وعشرين مش هتفرق طيب في بقى حاجة مهمة هنا الفيديو سيستم بال ولا انتي اسي دي حتة ممكن تدور عليها على النت لو عاوز تعرف يعني ايه بال وان تي اسي لكن انا ضابطها على بال دي مفروض انظم التصوير ليه علاقة بالبلدان المختلفة وليه علاقة بالفريكونسي بتاعت الادوات الكهربائية بشكل عام في هذه البلاد فال دي اللي بتزبط على فريكونسي خمسين هرتز الاضاءة بتاعتنا خمسين هرتز بيبقى مكتوب على الاضاءة يعني لو فكيت اللمبة وبصيت عليها هتلاقي مكتوب عليها خمسين هرتز فلو انا ضابطت على بال وبعدين جيت ابص على الفيديو سايز هلاقيها متضبطة على ارقام خمسينات وخمسة وعشرينات كويس لو جيت غيرتها ان تي اس سي وروحت بصيت علي الفيديو هتلاقيها بقت في حاجات تلاتينات وستينات يعني اتضبطت علي فريكونسيز تانية فطبعا احنا عندنا في بلدنا الدنيا متضبطة علي خمسين هرتز فاحنا بنصور علي فيديو سيستم بال وده مهم جدا يبقى انا لما اجي اضبط اعدادات الكاميرا بتاكد ان الفيديو سيستم عندي بال وبعدين لو هصور علي فول اتش دي يبقى عندي خمسة وعشرين او اربعة وعشرين اللي هي الف تسعمائة وعشرين وممكن هصور علي الف ماتين وثمانين وخمسين بختار اللي انا عايزه بعد كده بدخل على اهم ثلاث اعدادات سرعة الشوتر خمسين فتحة العدسة اربعة ده كويس والايزو متين ده كويس اخر حاجة بقى الوايت بالانس والوايت بالانس هي اللي بتثبط جودة الالوان فيه هنا حاجة اسمها بيكتشر ستايل دي ممكن تخليها اوتو وبعدين فيه عندك الاوتو لايتين اوبتمايزر دي ممكن تعملها دي سيبل او انابل انابل وتختار اعلى حاجة اللي هي هاي كويس طيب ندخل بقى في الحتة بتاعت الوايت بالانس وايت بالانس دي فيها اعدادات اوتوماتيك يعني الكاميرا بتحاول تثبط الاضاءة زي ما انتو شايفين لما بتحرك عليها بالالوان بتتغير ساعات بتبقى بهتة ساعات لون الجلد مش بيبقى كويس المفروض الوايت بالانس ده له علاقة بدرجة حرارة الاضاءة نفسها فانا الاضاءة بتاعتي دي لايت مناسبة ليها لكن انا عايز ازبط الوايت بالانس بالضبط زي ما عندي في المكان طيب انا عندي هنا صبورة بيضة بجيب اي حاجة بيضة قولي استاذ محمد بعد ازنك فريد اقصادك عايزين او بحس ان هي يبقى المساحة البيضة يبقى جاية في الكاميرا بتخلي التالنت بتاعك يمسك مساحة بيضة كويسة وبتاخد صورة صورة عادية جدا اهو طبعا انا كنت ضابطه على الريموت فمعلن هيقعد عدة تسعة ثواني وبعدين يصور مبروك خد الصورة طيب الصورة دي بعمل بها ايه بدخل خلاص نزلها مش مشكلة بدخل على المانيو وبقلب لغاية ما بلاقي الكاستم وايت بالانس بدوس سات وبختار الصورة اللي فيها المساحة البيضة وقول له سات هايقول لي كده لما باجي اضبط الوايت بالانس على كاستم وايت بالانس دي بتبقى افضل ضبط لدرجة الالوان خيس فانا كده هاعرض لكم كده انا بسجل من الكاميرا وهاعرض لكم بالاعدادات دي الصورة هتظهر ازاي وان شاء الله في فيديوهات قادمة نتعلم ازاي نفس الكروما على الادوب بريمير وفي ممكن اعمل فيديو تاني عن بعض النصايح اثناء التصوير او قصاد الكاميرا عشان تطلع افضل نتيجة على الجرين سكرين وفي فيديو عن الابليكيشن بتاع ضبط الاضاءة على الكروما ان شاء الله هشرحه ياريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب للقناة وما تنسوش تبصوا على قناة الاستاذ محمد البنة قناة بناء الثقافية وانتظروا فيديوهات قادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته